انتشرت خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على نطاق واسع في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت لتوفر خدمات اتصالات موثوقة وبسرعة عالية شكل ادخال خدمة الانترنت الفضائي ستارلينك فرصة سانحة لأداء عمل الصحفي أسامة بشكل افضل بعدما عان من ضعف الانترنت وانقطاعاته المستمرة نتيجة سيطرة ماليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات وتحكمها بالانترنت انا كمراسل اتنقل ما بين المناطق النائلة التي هي ليس فيها خدمة الانترنت بسبب صحن الانترنت وأشبك عبر السيارة طبعا خدمة الانترنت ستارلينك جميلة جدا وخصوصا انه اصبح لدى الكثير من الاعلاميين ضعف الانترنت وكلها بشكل عام اليمن تردي كثير من خدمات الانترنت ولكن طغت شركة ستارلينك على هذه الخدمة بحيث انه يكون خدمة ممتازة جدا تفيد كل الصحفيين والاعلاميين باتت اليوم هذه التقنية الجديدة متاحة بشكل مستقر وسريع عبر الاقمار الصناعية رغم أن خدمة ستارلينك قد ساهمت في حل مشاكل الانترنت لدى العديد من المستخدمين وأصحاب الأعمال دون قيود إلا أن البعض يرى في أسعارها قيدا يحول دون الاستفادة من هذه الخدمة ومع ذلك زاد انتشار استخدام الانترنت عبر الاقمار الصناعية على نحو واسع نظرا لموثوقيته في السرعة والأمان الصراحة نحن فرحنا بوجود ستارلينك في اليمن وعملها وستفاجأنا بأسعارها الخيالية بسعر الدولار نتمنى أن تعيدوا النظر في تسعيرة الباقات خاصة في اليمن خدمة ستارلينك ممتازة بس أنه كأسعار مبالغ فيها بنسبة دخل المواطن فالمفروض الحكومة توفر خدمة ستارلينك بسعار مناسبة لدخل المواطن في اليمن هنا بين الإيجابيات التي حققتها خدمة ستارلينك والتحديات الاقتصادية التي تواجه المستخدمين يبقى الأمل معقودا على حلول تكنولوجية أخرى تكون أكثر توافقا مع الظروف المعيشية الصعبة في البلد بما في ذلك تطوير الشبكات العامة في الشوارع والأحياء وتغذيتها بإنترنت الأقمار الصناعية رغم التفاول الذي صاحب دخول خدمة ستارلينك إلى السوق اليمني ألا أن هناك تحدي وحيد لصاحب هذه الخدمة ألا وهو تحدي ارتفاع الكلفة محمد بحفين لقناة الجمهورية سيون